ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باتيب مع رئيسة قسم التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن كارولينا هيدستروم المشاريع والبرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز والتطوير بيئة عمل المنظمات والشركاء العاملين في اليمن وبرامج دعم القدرات للمؤسسات اليمنية الأكثر احتياجا والنازحين في اليمن جاء ذلك على همش مشاركة في اجتماعات ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياضة وأكد وزير التخطيط على همية تعزيز أليات الرقابة والإشراف المشترك بين الوزارة وفريق التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي على عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن والمنفذة للبرامج والمشاريع وكذا المراجعة المستمرة لتقييم ما تم انجازه اشتركوا في القناة